مولد نجوم ودايماً ماتشهات الأهلي والزمالك بتشهد مولد نجوم 85 كان الأهلي والزمالك بيتقابله في كاس مصر وكان حصل قرار تاريخي من مجلس إدارة النادي الأهلي في قرية الكابتن صالح سليم بإيقاف الفريق الأول عملنا خطأ معين وكابتن صالح خاد القرار فريق بالكامل مش مشكلة اللي جاي اللي جاي كان ماتش الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك ومفين كمان مش في دوري أنا بكلمكم أهلي والزمالك بخصوص مباراة الأهلي والزمالك وعشان تشوف بقى مبادئ وخيام النادي الأهلي اللي احنا تربين علياته لعمرنا أهلي والزمالك حيتلعب والكابتن صالح قرار تاريخي بإيقاف لعيب النادي الأهلي باستثناء الدوليين اللي كانوا مع منتخب مصر ما لعبوش لأنهم كانوا مع منتخب مصر بلعبوا بره في المغرب كانت مباراة عشان تصفات كاس العالم المهم اللي لعبو فرقة الناشئين وكانت بداية نجوم جديدة للنادي الأهلي مولد نجوم جديدة للنادي الأهلي كابتن علاء عبدالصادق كابتن بد رجب كابتن إبراهيم حسن كابتن حسام حسن كابتن طريق خليل تتكلم على فرقة كاملة كابتن محمد سعد كابتن محمد السيد قلتلكم لا فرقة كابتن عاطف الأباني تكلم على فرقة كلها صغيرين ما كانش حد يعرفه يعني كانوا أحيانا بيتدربوا مع الفريق الأول ولكن مولد النجوم دي كان في ماتش الأهلي والزمالك والفرقة دي كذبت الزمالك وغرجته من كاس مصر تلاتة اتنين ناشئين النادي الأهلي كذبوا الزمالك بخياتة الكابتن فاروق جعفر وكابتن جمال عبد الحميد وكوارشته بتتكلم على فرقة نادي الزمالك في عزها والولاد الصغيرين كذبوا نادي الزمالك تلاتة اتنين وطلعوا برا كاس مصر فرقة بالكامل فزي ما كنا بنقول دايما وما زلنا بنقول ان النادي الأهلي ما يوقفش على حد تقول لي فرقة بالكامل اه احنا تعودنا على كده احنا تعودنا على كده اي حد بيلبس الفانيلا الحامرة قادر انه يمثل النادي الأهلي في الملعب ويظهر بصورة مش هنقول بقى مش هنحس فوارق لا مش هنحس فوارق فعلا من اللي مش موجودين هو هو النادي الأهلي كده هي دي شخصية النادي الأهلي شخصية البطر مبادئ وقيم انتصرت في الآخر انتصرت في الآخر وقدر الولاد الصغيرين دول مولد نجوم بقى بعد كده بقى نجوم ياخدوا كاس ماصر ياخدوا كاس ماصر بداية من الفوز على نادي الزمالك في كاس ماصر 3-2 فكاد فرقة بالكامل فرقة بالكامل ايه بقى اساسي واحتياطي نهاردة غيابات كتير عن النادي الأهلي وفي غيابات عن نادي الزمالك ولكن غيابات النادي الأهلي أكتر وفيهم غيابات مؤسرة بس زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ظروف المحيطة المباراة عندك ناس أساسية عندك عناصر قوية في الفرقة غايبة النهاردة زي محمد الشناوي حرس المرمى الأساسي ولو ان كابتن مصطفى شبير ان شاء الله ربنا يكرمه هتقول لي كابتن هو السيسغي اه اي لعيب في النادي الأهلي بنقول له يا كابتن اي لعيب في النادي الأهلي يستاهل ويستحق يكون متواجد في النادي الأهلي ويلبس الفانيلا الحمر رؤية وإحنا تعودنا ان رؤية المسؤولين عن الكورة ورؤية مجلد الزارة النادي في مصلحة النادي الأهلي داي بيجيب كمان أليو ديانج ده الواحده في نص الملعب فرقة ياسر إبراهيم دينامو الدفاع طبعا بتكلم على أربعة أساسيين تلاتة منهم منتخب مصر واحد منتخب مالي الدينمو أمام عشور وعلى بخته الحمد لله طبعا على كل شيء الفترة اللي تصاف فيها أمام عشور مش عايز أقول من أفضل أنا من وجهة نظري كان أفضل لاعب في مصر في الوقت ده أفضل لاعب في مصر مش أفضل لاعب في خط الوصف أفضل لاعب في مصر في الوقت ده ولكن قدر لو ما شاء فعل إن شاء الله يرجع لنا بسرعة بإذن الله رب العالمين وكمان حسين الشحات اللي افتقدناه آخر ما شئين ثلاثة وخمس لعيبة دول حضرتك أساسيين في منتخب مصر مش في الأهلي بس يعني شيل ديانج بره ديانج لو مصري كانت اتخذ المنتخب برضه وحيكون أساسي برضه لكن لما بنيجي نتكلم بقى عن التأثير والمقارنة في التأثير ده مش مجرد لعيب احتياطي أو عنده بديل أو لأ أنا بقول لحضرتك لعيبة أساسيين كلنا مؤمنين بقضاء ربنا كلنا مؤمنين بقضاء ربنا وتعودنا في النادي الأهلي على الأمور دي على فكرة طول عمر النادي الأهلي كده طول عمره ولكن ده قدر النادي الأهلي لأنه بيلعب بطرات كتير جدا 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 ويدوبك اللوقات اللي بيريح فيها ما بيلحقش ياخد فيها النفس بس أنا بوضح لحضرتك إن في خمسة ستة لعيبة أساسيين غايبين أساسيين منتخب مصدوليين إحنا ما بنقولش كده علشان نقول إن إحنا بنحط مبررات لا 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 خالص إحنا بنكلم على الظروف المحيطة بالماتش الماتش اللي فات افتقدنا مروان عطي دينمو في خط النص ولعيب أساسي في التين وفي أفضل فتراته المرحلة الأخيرة ما برضو ما بقولش أعذار لأن ده النادي الأهلي إحنا بنتكلم على النادي الأهلي النادي الأهلي طول عمره عنده لعيبة رجالة عنده لعيبة جاهزة في أي وقت عنده لعيبة قادرة إنها تقول كلمتها إن شاء الله إن شاء الله تقولها النهاردة لسه من شهر كنا بنلعب مع نادي الزمالك في الرياض في نهاية كاس مصر وقدر النادي الأهلي في النهاية إنه يفرد كلمته ويفوز بكاس مصر النهاردة بإذن الله لعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني قادرين إن شاء الله بوجود جماهيرنا العظيمة في الاستاد ومن وراهم كمان على شاشات التلفزيون إن شاء الله يكون المكسب النهاردة للنادي الأهلي طبعاً كل جهاز نيجي نتكلم على ماتش الأهلي والزمالك ونقول للأجهزة الفنية بتبقى شايفة كل جهاز فني للنادي الأهلي بيبعارف نقط قوة ونقط ضعف بتاعة الفرقة التانية اللي هي نادي الزمالك ونفس الحال لنادي الزمالك الفرقتين كتاب مفتوح لبعض النادي الأهلي ونادي الزمالك مصر كورة شاف العيبة الزمالك وكانوا أقرب من شهر بالزبط قدامه شاف ماتشات نادي الزمالك الأخير الماتش الأخير اتحسن الأداء بصفة كبيرة في نادي الزمالك قدام نادي الابتحاد وقدر يكسب 3-0 فيه نقاط قوة في نادي الزمالك وفيه نقاط ضعف فيه نقاط قوة وفيه نقاط ضعف أكيد حيشتغل أو اشتغل عليهم الفترة اللي فاتت ميستر كولر هو زي ما بقول لحضراتكم قدر يتعامل كويس قوي في النقطة دي مع نادي الزمالك الشهر اللي فات في نهاي كاس مصر النهاردة بيفكر ازاي وحيعمل ايه في ظل الغيابات دي عشان يستغل نقاط ضعف نادي الزمالك ويقضي على نقاط القوة كل الأمور دي اكيد في حسابات الجهاز الفني اكيد في حسابات الجهاز الفني هيلعب ازاي كل واحد فينا بيقول ياريت مش عارف مين يبدأ ياريت مين اللي يلعب ياريت ده ما يبتديش به ويبقى فيه عنده عالدكة لو اتكلمنا عن الدكة برغم غيابات برغم غيابات النادي الآهلي النهاردة انما لما لما تيجي تقارن بين الدكتين لأ هتلاقي دكة النادي الآهلي فيها لعيبة تقدر تنزل تخلص فيها لعيبة تقدر تصنع الفارق ان شاء الله بإذن الله بإذن الله نادي الآهلي النهاردة يحط بصمته ويقول كلمته زي ما قالها من شهر في نهاية كاس مصر في الرياض فاكرين حضراتكم نتيجة انتهت 2-0 والهدفين كانوا لإمام عشور ومحمد مجدي أفشم طبعا فيه كلام كتير بيتقال في ماتش الآهلي والزمالك والقمة دي انما هنسيب كل الكلام لنجومنا الكبار بالمناسبة النهاردة زي ما قال فاروق صلاح النهاردة مباراة لتكريم الكابتن إبراهيم نور الدين لتمنى له التوفيق إن شاء الله نتمنى له التوفيق إن شاء الله لأن تقريبا دي آخر مباراة هو كان اعتزل وبعدين حصل كلام وحياخد ماتش النهاردة نتمنى له التوفيق آخر مباراة وبعد آخر مباراة يعني نتمنى له إنه ما يغلطش لأنه حتى لو أخطأ فمين هيحاسبه بعد الماتش نتمنى يعني الماتش يعدي على خير ونتمنى إن كل فريق ياخد حقه إحنا مش عايزين كده مش عايزين أكتر من كده إحنا كل اللي عايزينه أنا أخد حقي ونادي زمالك ياخد حقه بس ده اللي إحنا عايزين والتوفيق من عند ربنا إن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يفرد كلمته النهاردة بإذن الله هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن ناصر عباس أرجوكم انتظرون